الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على مستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على تصنيع العسكري الفريق أحمد خالد وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكرية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي برفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل أكد رئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية الخاصة التي يوليها للتشور مع رئيس جمهورية غينيا الاستوائية مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين خلال اتصال الانهاتفي مع رئيس غينيا الاستوائية أشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لسيما الاستثمار والتبادل التجارية من جانبه أبدأ رئيس غينيا الاستوائية عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات قالت بريطانيا أنها وافقت من حيث المبدأ على اتفاق للتجارة الرقمية مع أوكرانيا وهي أول اتفاقية من نوعها للندن في شرق أوروبا تسعى بريطانيا لدعم الاقتصاد الأوكراني بعد العملية العسكرية الروسية على كييف وكانت المحادثات حول الصفقة الرقمية قد بدأت في الصيف الماضي قال حاكم منطقة كورسك أن القوات الأوكرانية قصفت محطة كهرباء في عدة هجمات على منطقة كورسك الروسية ما تسبب في بعض الانقطاعات في الكهرباء وقال حاكم المنطقة أنه بسبب هذا تم انقطاع جزئي في الطيار الكهربائي في مقاطعتي سجا وكورنيفو مضيفا أنه لا توجد معلومات فورية عن وفيات أو إصابات محتملة أعلن البيت الأبيض تنظيم قمة من أجل الديمقراطية في مارس المقبل يشارك في نقاشاتها قادة كوستاريكا وهولندا وكوريا الجنوبية وزنبيا وقال البيت الأبيض أن القمة التي عقدت نسخة أولى منها في العام الماضي ستعرض قدرة الديمقراطيات على التعامل مع تحديات العالم الأكثر الحاحنة أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكي انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير وقالت المصادر أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 7 ملايين وتسعمائة ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر وزادت مخزونات البنزين بنحو مليونين وتسعمائة ألف برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4 ملايين برميل تغلب المنتخب الإنجليزي على ويلزي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والختمية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم بهذه النتيجة أهل منتخب إنجلترا إلى الأدوار الإقصائية من البطولة متصدرا جدوة ترتيب المجموعة الثنائية برصي سبع نقاط جمعها من انتصارين وتعادل وتسجيل تسعة أهداف وتلقى هدفين ختام الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل